السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم هنتكلم في الجزئية رقم 12 من شبط الرقم 2 عن عملية من عمليات تصنيع المواد سيرمو بلاستيكس احنا اتكلمنا قبل كده عن الاكستروجن دلوقتي هنتكلم عن البولوم والدينج في الحقيقة عملية البولوم والدينج دي عملية بتستخدم لانتاج منتجات ينفع ان انا اعبي جواها منتج يعني مثلا زي القوارير بتاعة المية زي القوارير بتاعة الزيت بتاعة الشامبوهات او ما الى ذلك في الحقيقة الثلاث رسومات اللي قدامنا بيوضحونا ثلاث مقاطع الاولاني بارسون اكستروجن والتاني بتكلم عن البلوم والدينج والتالت عن البارت فورنج تعالى نتكلم عن المكونات اللي قدامنا اولا القالب عندي لازم يكون عبارة عن جزئين ليه عشان يسهل بعد كده فتحوهم وطلع المنتج بتاعي بعد كده عندي ابص برضو في نفس القالب الان عندي حاجة اسمها كولينج لاينز الكولينج لاينز دي لان انا دلوقتي المنتج بتاعي وهو داخل القالب بيكون ساخن فشي طبيعي ان انا لازم امرر كولانت داخل هذه الممرات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي الفتحات دي علشان يبرد القالب وبالتالي يبرد المنتج طيب الجزء العلو بقى من الجهاز عبارة عنيه ادي عندي اكسترودر عشان يساعد على ضغق المادة البوليمارية داخل الديهيد وعندي كمان خرطوم هوى علشان يدخل ايه هوى داخل ايه المادة البوليمارية تعالوا نشوف العملية بتتميزي اولا انا بقفل القالب زي ما احنا شايفين بعد كده باستخدم المالتون بلاستيك ادخه داخل القالب زي ما احنا شايفين وبعد كده من خلال الهوا الهوا بي انفخه داخل المادة البوليمارية اللي هي على شكل مادة مالتون بلاستيك فدي بدأت تتمدد وتنتفخ وتاخد نفس شكل الفراغ الداخلي بتاع القالب تمام؟ وطبعا بيتم عملية تبديد زي ما ايه قلنا قبل كده طب نما اجيشوف المقطع الاخير من الرسمة ابو السلاي عندي خلاص عملية الصب وعملية النفخ انتهد بافتح القالبين بيضعن بعض وبحصل على المنتج بتاعي طبعا الاحظ برضو ان انا ممكن اكتب داخل او احفر داخل القالب من الداخل مثلا اسم المنتج او العلامة التجارية او اي تعليمات خاصة بالمنتج اللي ايه اللي انا بصنع